بذائرة الحروشة تخرج من هذه الأرض أجود أنواع بذور البطاطا هذه بيت حبة بطاطا زرعناها من اللاجيين الضركة تشوفوا جابتنا 28 حبة حبة بذور يعني لاجي 2 نوعية تزرعها نوعية رفعة أولا الكاليبر الكاليبر ره بين 28 مليمتر حتى 55 مليمتر وكذلك النوعية بطاطا طيبة من رفعة وهما يقولون البطاطا الجزائرية ممليحة والحمد لله نحن هنا قاعدين نخدموا ونبدلوا في مجهودات باش نقدموا إنتاج نوعية رفعة وتع إنتاج وفير فيها المجهة للبدور وفيها المجهة الاستهلاك والأنواع من تعم البطاطا هذه خاصة نوع سبونطا اللي نحن نخدموا فيه ونجهوا فيه لإخواننا الفلاحين رامي حمدوا في ربي وطالبات على هذه النوعية راي قاعدة تكاتر من حين لآخر في الماضي القريب كنا نستورد أنواعا من الجيل الثالث والرابع من بذور البطاطا اليوم بفضل دعم ومرافقة الدولة بذور الجيل الأول تنتج وتوزع في الجزائر ندرنا مبادرة الموسم الفارق اللي بنقصنا حوالي 50 مل مئة من استيراد البودور وهذا كان في برنامج يعني سابق عليه حوالي 2 سنين الماضية وندرنا استراتيجية مع مجمع تتمين البودور على مستوى وطني ومقراتها وفي قلال السطيف هذه بودور محلية 100 مئة نحن التجربة هذه ماشي غير هذا الموسم اللي يخدمنا بير نحن عندنا هذه المواسم ونحن لا نهضر بالأقوال وإنما أقول الميدان هو اللي يفصل بيناتنا نحن رأينا خرجنا هنا كل مؤطرين وشافوا الانتاج انتاج عالي بلكن نقدر نقول لك ليعرف يخدم البودور المحلية تجينا أحسن من البودور المستوردة رأينا تقريبا نغطيه حوالي 70-80% المستوى وطني من البودور المحلية متوسط المردود في الهكتار الواحد أنتج ما يقارب 500 قنطار هذا العام أرقام فاقت كل التوقعات ليس إلا بتطبيق خارطة عنوانها تقليص فاتورة الاستراد وترقية الانتاج الوطني